شدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره التعاون مبنيا على التضامن الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الشيوخ خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربية وخلال كلمته أشار رئيس مجلس الشيوخ إلى نجاح التعاون بين بلدان الجنوب في تقليل الاعتماد على برامج مساعدات للبلدان المتقدمة وحداث تحول في ميزان القوى الدولية مشيرا إلى أن مصر لم تتدخل جهدا في توطيد أواصر التعاون في المجالات كافة